اولادي وبناتي طالبات اهلا بكم. النهاردة هناخد مع بعض اللي كان بتكلم عن يعني قانون يعني ده عبارة عن يعني يعني هي عبارة عن معادلة. المعادلة دي هي يعني المعادلة بتاعتنا هتشرح لي او هتوضح لي العلاقة ما بين والرزيستنس لو حصلت في واحدة منهم التانية هيحصل لها ايه? هو ده افكركم كانت بتاعتي بتتكون من الريجد بار دي روتيتس اروند الفيكس بوينت اللي هي دي هيت اللي هي الفولكرم وكانت افكتت باي فورتو فورس افورت فورس وي رزيستنس فورس. طيب اللو اف ليفر بقى بيقول ايه? اللو اف ليفر ستيت سزت. وقبل ما نقول هو ستيت سزت ايه? هنقول قبل ما تطبق اللو دوت او القانون ده على الليفرز لازم تتأكد ان هي بالانس يعني بتكون الجزئين بتوعها على استقامة واحدة كده طيب تعالوا نشوف اللو بتاعنا بيقول ايه? بيقول اني لو جبت الافورت فورس طايم از اتس ارم ده هلاقي اكوال للريزيستنس فورس طايم از اتس ارم ايه ده? طب احنا عرفنا الافورت فورس وعرفنا الريزيستنس فورس ايه بقى موضوع ايه الزراع بتاعها دوت? تعالوا نشوف مع بعض يعني كلمة اتس ارم بس قبل ما نروح ونعرف يعني اتس ارم افكركم تاني اللو اف ليفر ستيت سزت بيقول ايه قانون ده? اني لو جبت الافورت فورس عملت لها ملتبلاي باي اتس ارم هلاقيها ايكوال للريزيستنس فورس طايم از اتس ايه? اتس ارم. يبقى ناقص اعرف مين هي الارم دي? الافورت فورس ارم عبارة عن ايه? بصوا كده للصورة قدامكم. انا عندي هنا ادي الفولكرم وادي الافورت فورس النحية دي. الديستنس يعني المسافة يعني طول الحتة دي بمعنى صح. اللانس بتاع الجزء ده. ما بين الفولكرم ما بين الافورت فورس هو ده الافورت ارم. طب والريزيستنس ارم هلاقيها? هي يعني المسافة يعني طول الجزء ده اللي ما بين الفولكرم والريزيستنس بتاعتي او الحاجة اللي بحركها او الحاجة اللي انا بشتغل عليها. يبقى دي effort arm ودي resistance arm يبقى تاني يعني effort force arm يعني distance between effort force والفولكرم والresistance force يا برضو distance يعني lens يعني tool هي distance between resistance force وي الفولكرم بتاعتي هي دي arm طيب effort force بتاعتي والresistance force دي force يعني قوة اي force في الدنيا بتبقى اليونت بتاعتها فاكرين كلمة يعني الكلمة اللي بكتبها جنب الرقم بتاعتي بتاعت اي فورس في الدنيا هي عارفين ليه فاكرين لما كنا بنقول ان دي جاية من بتاع البادي اللي احنا هنحركه طب هو احنا اخرنا في الترمي الاواني بتاعته كانت بايه بالنياطن فعشان كده والresistance force الميجورينج يونت بتاعتهم هي النياطن طب والارم والresistance arm انتو تيدي ديستانس يعني واللنس دايما بنقسه بايه لما بنقسه بالمسطرة بالميتر او بالسونتيميتر يفيدي الميجورينج يونت بتاعت الارم بتاعنا طيب ايه الفاكتورز اللي هتأثر على الفاكتورز بتاعت الافورت فورس او الresistance force يعني ايه الكلام ده يعني ايه الفاكتورز العوامل اللي هتأثر لي على القيمة على الفاكتورز بتاعت الافورت فورز تزودها او تنقصها والresistance force هلاقي اني الفاكتورز دي هي الفورس ارم و الريزيستنس ارم يعني معنى كده اني لو الارم بتاعتي اتغيرت زادت او قلت هتأثر على الفورس بتاعتها تمام كده يبقى لما يجي يقولي ايه الفاكتورز اللي بتاعت الافورت فورس والريزيستنس فورس اقوله الارم بتاعتها لو هي الفورت فورس يبقى الفورس ارم ولو هي الريزيستنس فورس يبقى الريزيستنس ايه ارم طب ليه بقى ليه هي فاكتور مهم الارم دي وبتأثر على الفورس اصلحنا لقينا ان الافورت فورس بتاعتي او طبعا الريزيستنس فورس اي واحدة منهم يعني ايه يعني هي وصحبتها التانية دي ما بيحبوش بعض ليه عكس بعض بمعنى عكس بعض يعني لما يكون الافورت فورس ارم كبيرة تتوقع الفورس هتبقى ايه صغيرة عكسها طيب لو الافورت فورس كانت كبيرة يبقى الارم بتاعتها ايه صغيرة يعني الاتنين عكس بعض دايما اصحاب ما بيحبوش بعض افتكروها دايما الفورس والارم بتاعتها امفورسلي بروبورشنال طيب بما اني هي امفورسلي بروبورشنال هلاقي عندي سري بوسيبالتز طب ايه هما السري بوسيبالتز دول تعالوا نشوفهم مع بعض تعالي ثلاث احتمالات ايه هما الاحتمالات دي لو الارم فورس كانت ايكول للارم بتاعت الريزيستنس ايه اللي هيحصل يعني ايكول يعني الديستنس من اول الفولكرم هنا لحد اللوت بتاعي او الريزيستنس فورس بتاعتي ايكول نفس المسافة او نفس الديستنس من الفولكرم للافورت فورس معنى ان الاتنين دول ايكول يبقى في الحالة دي هي ايه اللي هيحصل هلاقي ان الفورس بتاعتي بقت ادل ريزيستنس طب يعني ايه الفورس ادل ريزيستنس يعني المجهود اللي انا محتاجة ابزله هيبقى ادل ريزيستنس ادل حاجة ادل ويت الحاجة اللي انا عايزة اشيلها او احركها يبقى معنى كده انا محتاجة لو هي حاجة كبيرة هحتاجة ابزل مجهود كبير جدا ليه اصل الفورس بتاعتي اللي هي الريزيستنس اللي قدامي اللي عايزة احركها فانا كده هحتاج مجهود كبير جدا يبقى كده الليفور دي لو كانت فيها الارم اوف فورس ايكول للارم اوف ريزيستنس فورس هالمعنى كده الليفور دي هتساعدني هتوفر لي الافورت بتاعي هتوفر المجهود بتاعي لا طبعا ما بتوفرش في الجهد او في المجهود بتاعي ليه اصلا محتاجة مجهود ادي الحاجة اللي بشيلها او بحركها يعني لو الحاجة دي كبيرة محتاجة مني مجهود كبير جدا جدا خلاص يا ولاد طيب يبقى ده بالنسبة لاول اجتمال طيب ايه السكند بوسيباليتي لو كانت ساعتها اللي يحصل احنا قلنا العلاقائي من هناك كبيرة يبقى وصدها مين تبقى صغيرة طيب هناك كبيرة يبقى صغيرة يبقى لو كانت الارم اوف فورس لارجر زين ارم اوف رزيستنس ارم اوف رزيستنس ارم اوف رزيستنس هي كبيرة طب يعني ايه الكلام ده يعني ايه الفورس بتاعتي يعني انا محتاجة ابزل مجهود صغير عشان احرك رزيستنس كبيرة احرك حاجة كبيرة يبقى انا كده اوفرت عملت كونسورف او سيف للأفورت ولا لأ هيفكروا كده انا هعمل فورس قليلة عشان احرك رزيستنس كبيرة يبقى انا وفرت المجهود بتاعي مش تتعب يبقى لو في بتاعتي كانت زين يعني ايه معنى ارم الفورس كبيرة يعني الفورس المجهود اللي اعملو صغير يبقى دي هي تمام يا ولاد بصوا هنا للصورة شايفين المسافة ما بين اكبر من المسافة ما بين طب معنى ان المسافة بتاعت دي كبيرة يبقى بتاعي عكسها صغير هبزل مجهود صغير طيب نشوف هنا بيقول لي لو هنا المرة دي كانت هي ليس زين اقول له يسعتها اقول له يبقى العكس بقى يبقى تاني انا عندي الديستنس بتوين والفولكرم هي ليس زين او شورتر زين الايه الديستنس بتوين الفولكرم والريزيستنس فورس بتاعتي يبقى هنا هتكون كبيرة اكبر من يعني ايه يعني انا محتاجة مجهود كبير اعمله عشان احرك حاجة حتى لو كانت صغيرة تخيلوا يبقى كده المجهود ايه كبير يبقى كده هل هتوفر الجهد بتاعي لا يبقى دي يبقى معنا كده ايه الحالة الوحيدة او الوحيدة اللي بتعمل كونسورف للافورت لو كانت الارم اوف فورس لارجر زين ارم اوف رزيستنس ليه اصلي لما هتكون الارم اوف فورس لارجر زين الارم اوف رزيستنس هعكس هتبقى الافورت فورس اقل للزين الايه الريزيستنس فورس ومعنى انها اقل منها يعني بابزل مجهود قليل طيب تعالوا نطبق اللو اوف ليفر على السري طايبس اللي احنا اخدناهم احنا اخدنا كام طايب قلنا سري في الفيرستيكلاس ليفر تفتكروا دي هيبقى ليها البوسيباليتي نومبر وان ولا تو ولا سري هقول لكم دي ليها السري بوسيباليتس يعني هلاقي طولز من الفيرستيكلاس سيف افورت وهلاقي طولز تانية سمتايمز دوزنت كونسورف افورت اذا طب لي ازاي ممكن نلاقي فيها سري بوسيباليتس هقول لكم السبب بسيط جدا هي الفولكرم بتاعتي كانت موجودة فين هي الميت بوينت يعني هي بتوين الفولكرم بتاعي جي في الميت بوينت بالزبط يعني جي في الديستنس في نص المسافة بالزبط ما بين اللوت او الديستنس بتاعتي هلاقي ايه ساعتها مدام في النص بالزبط هتبقى الارم بتاعت الفورس اكوال للارم بتاعت الديستنس فورس يعني هيبقى اد مين هيبقى اد الديستنس فورس شوية نحية ايه اللي حصل مش احنا كده لسه وفي الفورست كلاس لسه الفولكرم بتوين الفورس وريزيستنس فورس انا بس حرقت الفورم شوية ايه اللي حصل لقيت هنا او بتاعت او زان بتاعت هنا معناها ايه مدام او بتاعت كبيرة يبقى يعني هنا يعني هتحافظ على بتاعي طيب تعالوا نحرك كمان شوية قربته من هنا ايه اللي حصل هل اتغيرت هي بس انا غيرت مكان فايه اللي حصل لقيت اني بتاع بقى معنى ايه انه يعني بتاعته بقت كبيرة يعني عشان محتاجة بزي المجهود كبير شفتوا ازاي جوه لقينا ان موجودين طب لو جاء لي هقول له اصل يعني هو فقدر احركوا حطوا في النص بالزبط اجيبوا يمين شوية جيبوا شمال شوية فكده انا بغير بتاعتي وبالتالي هقدر الاقي بتوعي موجودين طيب يعني ايه يعني هاز يعني مالهاش فايدة حاجة ما بتوفرش الجهد هتبقى مفيدة لأ يبقى هاز طب اللي بتعمل يبقى هاز يعني ليها فايدة فايدة يعني يعني بتوفر لجهدي خلاص يا بلاد طيب ممكن يجي في سؤال ويقول لي هي ليه وليها افكر هي الكروبار دي تبع مين تبع طيب ويعني ايه هاز يعني سيف او اول ما اسمع كلمة افكر يبقى مين اكبر من مين يبقى ساعتها هقول له بادم انت بتقول لي اني ليها يعني يبقى بكوز افورت ارم ايه ده هي لو الافورت ارم لونجر هتبقى سيرف افورت هقول له اه اصلي ساعتها الافورت فورس اللي المجهود اللي هبزله ازي سمولر زان زا رزيستنس فورس تمام يا ولاد طيب لو جي قال لي اش معنا في الفيرست كلاس ليفر بس هي الوحيدة اللي ممكن لائي فيها الفورس ايكوال للريزيستنس هقول له ليه اصلي عشان الفورس تبقى ايكوال للريزيستنس لازم في نقطة في النص تفصلهم وتقسم لي المسافة ما بينهم بالنص يعني لازم يكون الفولكرم في النص طب هو الفولكرم هو الميد بوينت في مين يبقى هقول له بكوز ان زا فيرست كلاس ليفر الميد بوينت هي مين هي الفولكرم وعشان كده وارد البوسيباليتي ده ان الافورت ارم يبقى ايكوال للريزيستنس ارم طيب نيجي للساكند كلاس ليفر افتكروا كده معي هي الساكند كلاس ليفر كانت مين الميد بوينت فاكرين كلمة فري افتكروا كده فري طلعوا صبع اللي في النص ده حرف ايه ار رزيستنس يبقى الريزيستنس هي اللي في النص هي الميد بوينت طيب هنا بصوا كده للمسافة مبين الفولكرم والريزيستنس والارم بتاعة الافورت اللي هي المسافة مبين الفولكرم والافورت فورس هتلاقوا دايما الافورت ارم هو اللونجر هو انا لو حركت الريزيستنس دي يمين او شمال هل الافورت ارم ده هيتأثر هل هيزيد او يقل لا ليه اصله هو هم الطرفين الفولكرم والافورت فورس اللي هيتغير بس لما حرك السهم اللي اخضر ده يمين او شمال هي الريزيستنس ارم صح ولا لكن الافورت هي على طول كبيرة هي بصوا هي طول الريزيزي بار كله اهو مش هتتغير يعني دايما كبيرة طب لما الافورت ارم يبقى كبير يبقى دايما في الساكن دي كلاس ليفر الافورت فورس هتكون ايه هتكون صغيرة ومدام هي هتكون يبقى ساعتها بدام جهدي هيبقى قليل يبقى في الحالة دي على طول هي يعني على طول وعرفنا السبب بتاعها ايه طيب نيجي للسير دي كلاس ليفر نشوفي الرسمة بتاعته مين اللي كانت في الميت بوينت سير دي كلاس ليفر يعني تالت حرف في كلمة فري ايه تبقى ايفورت يبقى ايفورت هي الميت بوينت بتاعتي طيب بصوا كده للارم بتاع الريزيستنس بصوا هو طول الريزيزي بار كلها هل الطول دا هيتغير لو انا الساهم اللي احمر دا حرقته يمين او شمال لا يبقى الايفورت فورس سواء كانت هنا او هنا او في اي مكان ما بين الفولكرم والريزيستنس هي اللي هتتغير هي اللي تشينج لكن زي ما هي كبيرة على طول طب يعني ايه بتاعتي اقل دايما او شورت ورزان دايما من يعني دايما دايما في هلاقي ان كبيرة يعني محتاجة ابزل مجهود كبير يبقى دايما دايما عشان خاطر دايما هتكون الفورس دايما هيبقى بتاعتي طب بيجي لي سؤال ويقول لي بالرغم من ان الليفورز بتاعت دي هي هي الا اني ليها استخدامات برضو الانسان بيحب استخدمها بالرغم ان هي هقول له السؤال بسيط اصل ليها استخدامات تانية مش شرط اكون بتوفر المجهود هي ليها استخدامات تانية مهمة ايه هي التانية زي في كرين الماشة زي الهاقبات انا هنا مش محتاجة مجهود انا محتاجة الاسبيد. انا مش محتاجة برضو هنا المجهود. انها تتجنب من الحاجات او الحاجات الكلد. جيب اكده انا مش محتاجة برضو او للافورت بتاعتي انها تكون صغير. انا محتاجة بس. تمام يا ولاد? لحد هنا يا ولاد نكون خلصنا اه الدرس بتاعنا اللي هو اه تابعوني الفيديو اللي جاي هنحل مع بعض مسائل على ونعرف مع بعض نتعلم ازاي نقدر نطبق القوانين دي على اي هتجلنا في الامتحان. بالتوفيق حبايبي واشوفكم الفيديو اللي جاي.